الدعم الذي خصصته الحكومة للكتب الدعم أشرف مخصص للكتب المدرسية الكتب الكتاب المدرسي الذي تقتنيه الأسرة المغربية المفروض بأنه كل سنة الناشرين يطبعون كتب للتلاميذ هذه السنة نظرا للارتفاع الكلفة ديال الورق وديال سكاليف الطباعة الناشرين كانوا يقروا أحد زيادة لأنه يجب أن نعرف بأن سعر الكتاب المدرسي هو سعر محدد لا يمكن زيادة فيه فبالتالي الحكومة تحملت هذا الفارق الذي كانت سوف تتحمله الأسرة المغربية وخصصات أغلسنا جلسات مطولة ما بين القطاع المعني اللي هو التربية الوطنية مع قطاع ديال المالية قلسوا مع الناشرين والتحددات الكلفة بيشكلين دقيق والتحددات حتى طريقة الصرف ديال هاد الدعم جزء منه في البداية ثم جزء منه بعد انتهاء العملية باش نشوفوا شحال تبع ديال الكتب المدرسية وشحال تطبع إلى غير ذلك فالعملية كلها غتكلف واحد المية وخمسة مليون ديال الدرهم خصصتها الحكومة من خلال صندوق المقصة لكي لا يعرف الكتاب أقول الكتاب المدرسي أي تزيادة والحكومة سوف تراقب هذه العملية ديال الكتاب المدرسي والسعر الذي يباع به في جميع نقطة البيع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة